اشتركوا في القناة اساسية من صفات المربي الإيجابي لكي نكتسب صفات التربية الإيجابية ونبتعد عن التربية السلبية فعلى بركة الله المربي الإيجابي هو من يربي ابنه على تحمل المسؤولية أما المربي السلبي فهو الذي يربي ابنه على ضعف الشخصية وعلى الاتكالية لكي نكون صريحين أكثر قليل من الآباء يعيش حالة من التوازن التربوي أو التوازن في التربية كثير من التربية الموجودة الآن بين أيدينا هي تعيش حالة بين الإفراط والتفرط أنا ما أتكلم عن دراسات أتكلم عن نتاجه على أرض الواقع فمثلا نرى الولد اتكالي مهمل معتمد تماما على والديه أو في الحالة الثانية نرى أن هذا الولد لديه حرية مطلقة منفلتة غير مبالي لا يستمع إلى أحد في الحالة الأولى يكون هذا الولد نتاج الوالدية المتسلطة نتيجة الأم الملتسقة يكون نتيجة إلى وجود بعض المفاهيم مثلا من حب إلى الولد أن يتصرف بهذه الطريقة صحيح؟ ربما يكون نتيجة أيضا الخوف أو مفهوم الملكية اللي يكون عن بعض الأمهات أن هذا الولد ملكي أتصرف به كيف أشاء من حب الشديد إليه من خوف عليه أتصرف معاه بهذه الطريقة ما أدع له مجال أن يتحرك وينطلق في حياته فأكون أمه لكبتر أمه التصقة فيظهر إلي شخص ضعيف الشخصية اتكالي غير قادر على الاتكاء والاعتماد على نفسه في الحالة الثانية يمكن أن يكون هذا الولد نتاج الوالدية غير المبالية الوالدية المتساهلة يمكن حتى نتيجة مفهوم الحرية المطلقة بعض الآباء يحصل عندهم تشويش في هذا المفهوم يقولون أن الأولاد ولدوا لزمان غير زمانكم فما ينبغي أن نضغط عليهم يفهم الحزم أو التربية على المسؤولية هي شنو؟ أنك تجيب الولد وتضع في زمنك أنت لا لا الولد يحتاج أنه يقف على رجليه ما تفعله للولد من باب إعطاء المسؤوليات من باب الحزم هي ليست قسوة هي رحمة بكرة يذكرها أن أبوي أن أمي ربوني على مفهوم القوة الشخصية ربوني على تحمل المسؤولية ويشكركم هذا الولد أنكم في وقت من الأوقات اللي هو كان يريد أن لا يتحمل المسؤولية حتى غرفة ما يريد يرتبها حتى ثيابة ما يريد يعدلهم وإنتون دائمين الشكوى بشأن هذا السلوك هذا السلوك نتاج إلى عدم تربية على تحمل المسؤولية في كل الأحوال ما أحب أن أقول في هذا الجانب لأولياء الأمور ما تعتقدونه قسوة هو في الحقيقة رحمة لأن الولد سوف يقف على قدمه في المستقبل بفضل هذه التربية فكروا جيدا في الوقت الذي يهمل فيه الولد بعض المسؤوليات اللي عليه ينبغي أن لا يترك فكروا جيدا في هذه القاعدة لتحمل المسؤولية أختم هذه الفكرة بهذه القاعدة ما يستطيع الولد أن يؤديه ولو بالتدرج ولو بخطوات ينبغي أن لا نفعله عن الولد ليس بداع الرحمة ولا بداع الشفقة إذا اليوم عملنا عن الولد بعض المسؤوليات اللي هو يستطيع أن يعملها بيبقى الولد معتمد ومتكع علينا إحنا في أي لحظة نبتعد عنه ثم لما يسقط نروح ونلوم ونعاتب أنفسنا نقول سقط الولد لأنه ابتعد عنه المثال واضح أم ولدها في ثالث إعدادي في المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية تؤدي الواجبات عنه معقولة أن الأم تلاحق ورسلوك الولد وهو في هذه المرحلة حلت واجباتك يا ولدي يعني شنو الولد وصل إلى هذه المرحلة ولازلتون تسألون عن أشياء هي من ضمن مسؤولياته ليش ما عملتون معه بمبدأ التدرج اللي تنتقل إليه المسؤولية شيء فشيء هذه الكلمة احفظوها جيدا جانب يا جيع عالم النفس يقول في كل مرة نقدم للطفل خدمة بإمكانه القيام بها دون تدخلنا نكون قد سرقنا من الطفل جزء من حياته فكروا جيدا أن أعظم ما تربون به هذا الطفل هو اعتماد على نفسه وقوة شخصية وتحمل للمسؤولية انتهينا من القاعدة الرابعة وننتقل إلى القاعدة الخامسة والتي أجدها مهمة جدا 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 خصوصا في تصحيح مفاهيم التربية المرب الإيجابي هو الذي يبادر إلى غرس القيم والمبادئ وإكساب الولد المهارات الحياتية التي تعينه على النجاح في الحياة أما المربي السلبي فهو الذي يتدخل كالإطفاء يتدخل بعد صدور المشكلة لكي نوضح الأمر بشكل لكي نوضح الأمر بشكل مختلف الآن نفترض أن الولد تكونت عنده المشاعر والأفكار ثم صدر السلوك ثم جاءت مسؤولية من؟ ولي الأمر هنا شنو يكون عند ولي الأمر هذا هو الأمر الواقعي يكون صريحين؟ واقعيين أن الأب في الغالب يتدخل بعد صدور المشكلة أو السلوك السلبي من الولد فشنو يكون دوره في هذه الحالة؟ يكون دوره تصيد أخطاء يكون دوره فرض عقوبات يكون دوره أمر ونهي وإذا بنضف على الموضوع نكهة إيجابية نقول تعديل السلوكيات وتعديل السلوك بعد وجود السلوكيات وصدور السلوكيات السلبية من الأبن في الغالب يحتاج إلى كلفة وجهد في الوقت وربما في المال في الحضور إلى استشاري مثلا من أجل تصحيح هذا السلوك وهذا هو الشيء الكائن الآن في التربية لذلك قلت أنا تصحيح مفاهيم عندنا في هذه القاعدة أن مسؤولية الأب مسؤولية المربي تأتي في قاعدة الهرم أولا مسؤولية ولي الأمر أنه يكون مبادر في التأثير على المشاعر وعلى الأفكار اللي ينتج عنها السلوك فإذا نتج السلوك بيكون موافق إلى التربية اللي رباها الأب بمعناة أن السلوك يكون صادر عن نتاج تربية وليس نتاج ردة فعل كما في المثال الأول أقول بكل صراحة وبكل وضوح كثير من التصرفات التي تكون في ميدان التربية هي تصرفات تأتي كردة فعل كإطفاء يأتي بعد صدور الحريق هذا الفعل لا ينتج لنا ولدا سويا يكون في الغالب تصادمات بين الأب وبين الأبن لنكون صريحين أكثر كثير من التصادمات التي تحصل خصوصا في مرحلة المراهقة يكون الأب مبتعد وهناك فجوة في العلاقة بين الأب والابن تكون الأم هي المهتمة بالتربية ثم يكون تصرف الأب هو فقط لإطفاء السلوك السلبي ثم يتكرر السلوك السلبي بطريقة أخرى أو بمثال آخر ثم يتدخل الأب كيف تريد أن يكون دورك أنت كأب فقط كردة فعل دون أن تكون هناك علاقة إيجابية بينك وبين الأبن دون أن يكون لك دور في غرس القيم والمبادئ دون أن يكون لك دور في زراعة الفقة بينك وبين هذا الأبن دون أن يكون لك ملاحظة إلى سلوك الإيجابي شخص ما بينك وبينه علاقة علاقة جافة جدا كيف راح يكون تقبلك منه نفس الشيء وجودك كضيف في المنزل أو وجودك فقط إلى جلب الأدوات المنزلية والمؤنى لا يجعل منك مربي إيجابي المربي الإيجابي هو الذي يساهم في غرس القيم والمبادئ والمبادئ هو الذي يجعل من الولد صديق له هو الذي يجعل من العلاقة الإيجابي هي العلاقة الأساس في الأسرة لذلك أركز على هذه القاعدة أن المربي الإيجابي هو الذي يغرس القيم والمبادئ هو الذي يصنع ويساهم في صناعة الأفكار ومشاعر الأبن ثم يصدر السلوك وفق ما ربى عليه الأبن ولا ينتظر السلوكيات الخاطئة أن تصدر من الولد ثم يتدخل فيكون التصادم ويكون جو المنزل مليء بالتصادمات والعلاقات السلبية هذه القاعدة تجعل منك مربي إيجابي وخلافها تجعل منك مربي سلبي هذه القاعدة الرابعة وهذه القاعدة الخامسة كيف تكون مربي إيجابي وكيف تبتعد عن التربية السلبية أتمنى أن ألتقيكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر